هلا والله بلا سيار مخ جنيد وحلقة جديدة واليوم يا جماعة راح نلعب لعبة سيارات اليوم الوضع مختلف راح نلعب إن شاء الله لعبة هورايزن تشيس إذا قادكم لعب سيارات حلوة وممكن إننا حنلعبها كتبوا لي تحت في الكومنتات أسماء لعب السيارة طبعا رهيبة ما طول عليكم خلنا تري مع بعض ونلعب اللعبة ونستمتع مع بعض في اللعبة هالي أنا متأكد إن شاء الله اللعبة هاي راح تكون جدا لعبة حلوة فعدنا مجموعة من الأطوار في هذه اللعبة مثلا نقدر نروح جولة حول العالم يعني وفيه عدنا أشياء ثانية خلنا نروح جولة حول العالم حاليا كبداية في اللعبة هذي بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف كيف فكرة اللعبة طبعا كبداية بيكون عدنا أتوقع أنهم عوالم أو نقدر نقول ما بات أوكي أو نقدر نقول أنهم مدن يعني فمثلا سان فرانسيسكو وعدنا لوس أنجلوس وغيرة فخلنا نروح في بداية للتدريب أول شيء احنا بنتدرب على اللعبة تدريب اللعبة رح يكون إن شاء الله في مضمار فيلا خلنا نشوف مع بعض تختار السيارات فرح نروح بالسيارة الأولى اللي عندنا المفتوحة حاليا ما في سيارات مفتوحة كثيرة حاليا في اللعبة فإذن أكي بسم الله حلو ثلاثة اثنين واحد لتس جو يبتد السباق حقنا خلنا نشوف هاي كيف نستخدمه هذي رح يعطينا سرعة جدا عالية طبعاً طريقة القيادة شوي شوي مختلفة طبعاً عن باقي الألعاب فأحين كميلاً إحنا قاعدين نتعلم تالي إن شاء راح نروح لمدن ثانية أوكي أيوة بالطريقة هاي راح تكون سرعتنا عندنا بنزين غريبة عندنا بنزين في والصباق يعني أيوة أنا المركز الأول أحين نحتاج نستخدم هذا فنضغط عليه ورح يعطينا سرعة جداً 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 عالية النهاية هني أحين اللفة اللي بعدها السباق من ثلاث لفات فخلصنا لفة أولى نوسع شويتها لللف إيه لفة هني يا السلام أوكي لازم أخذ واحدة منهم خلونا مثلاً ناخذ هذه راح تعطينا نايتروس إضافي عطة لفة يا سيد هي شروع هي لازم ناخذهم ولا ملازم ما ندري خلن ناخذ جمعنا وصلنا هني الحين اللفة الأخيرة في السباق هذا أوه أوه استخدم استراحة حقت استخدم استراحة حقت استخدم استراحة حقت إشان ما تجيب العيد لأن في صدمات قاعدين نصدمها أي ولف على طول لا البنزين بيخلص فأنا محتاج إن أنا عبي بنزين البنزين راح يكون طبعاً متوفر إهنيه فأنا عبيت شوية بنزين فعلمونا عن فكرة اللعبة الأساسية وإن نحن نقدر نجمع أشياء تفيدنا لف وهذا النهاية كملنا حالياً التدريب حق اللعبة كملنا التدريب تقريباً في دقيقة وشوي فكبداية اللعبة جداً حلوة كبداية كبداية اللعبة جداً حلوة وممتعة واستمتعنا فيها أنزين سوينا ريكورد بسيط يعني الحين بعد الريكورد هذا نقدر أتوقع نتوجه للشيء اللي بعد اللي مفروض يكون عبارة عن سباقات هل أصنع من التدريب؟ هل أصنع من التدريب خلونا حين نروح لسان فرانسيسكو عدم ثلاث سباقات في سان فرانسيسكو السباق الأول هو نفسه اللي كان موجود في التدريب نفسه فمندخل الحين منلعب السباق هذا غريبة ليش نفس السباق منلعب ما أعرف المهم راح نروح لا والله غير لا وين وين الحبيب وين سباق في مليون سيارة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا المركز عشرين أوف على السيارات جداً كبيرة تزم سيارة راح تندفع السيارة هذه استخدم نايترو ثواني خلنا أخذ لنا شوي اللف إذا أصل المس مم من مصلحتي أصدم سيارة ومم من مصلحتي بقى أطلع للأعشاب برة عرفتوا يا جماعة لا 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 أيوة خلنا نستخدم النايتروس حاليا لس جو عطى لفة لازم أنتبه لموضوع البنزين لا جمع 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 لازم أنتبه لكل أشياء أنا مركز 11 حاليا نعطني بنزين نعبي بنزين قد ما نقدر ونستخدم السرعة لس جو لف أيوة أيوة أمور تمام أمور تمام يا جماعة يملينا طبعا نحنا نفحط شوي بطريقة ما لف راح أصدم لا الحمد لله ما صدمت المركز الثامن عطني من هذا قم عمني أوكي ما أريد أن أخذ ولا شيء منهم راح أستخدم النايتروس احتمال مع الطريق المستقيم الجاي يعني حين راح نجي هنا لأخذلك بنزين بنزين مهم لفهني يلا استخدم النايتروس عطاننا سرعة جيدة أنا المركز الرابع الثالث ممكن الثاني والأول قدامي الأول قدامي الأول قدامي لازم ما أصدم الأول قدامي وهذا المركز الأول أوكي جمع جمع لازم ما أصدم ولا صدمة الحين علشان ما أخسر المركز حقي عطني يا السلام جيب البنزين وصلت لصاحب المركز الأخير يا ساتر وإن النهاية وكملنا السباق الأول في اللعبة رسميا بفوز أسطوري كبداية فوز جدا 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 أسطوري في بداية اللعبة تمام تمام خلصنا على طول السباق هذا حصلنا الأشياء هذه كلها ما أعرف إذا راحت في إدن ولا لا كيد رح يكون عندنا تطويرات رح يكون عندنا أشياء نقدر نسويها خلال السباقات الجاية بإذن الله كبداية اللعبة جدا حلوة خلصنا السباق لون السباق الثاني تقريبا أملاحظ الخرايط نفس الفكرة تقريبا يعني ما في ملفات كثيرة لفات بسيطة فنروح للسباق اللي بعده أقدر أغير السيارة حاليا ما أقدر أغير السيارة هاي اللي موجودة معاي في الوقت الحال وهي سرعتها فراح توجه حين للسباق الثاني أيضا في سان فرانسيسكو يلا بسم الله الرحمن الرحيم دقيقة دقيقة ركز ركز أوكي انطلاقاتي بطيئة انطلاقاتي بطيئة جدا بس لحد الحين مو عارفوش الطريقة المثالية للانطلاق ثواني خنحاول اللف المركز 16 الحين جمع من هذيلة جمع منهم لف لف دقيقة هنحاول ركز شوي رح استخدم من نايتروس بعد شوي سلمنا على الحبيب ناقذ هذيلة كلهم ها نستخدم من نايتروس لا مو الحين ولا الحين رح نلف لأنه لازم نطالع على الخريطة بعد شوي رح اوريكم هذي اللفة ولفة ثانية نتجاوز هذا اتجاوزنا باقي اذا صاحب المركز الاول ناخذ البنزية عشان ما نتورط لف هذا الاول يملينا اتجاوزها بدون اي مشاكل اصدمتها صدمتها اللفة الاخيرة فاين اللابة يا جماعة اخر لفة يعني يا اني عجيبة تدرون نايتروس استخدمتها في الوقت المناسب انا المركز الاول اوكي اش راح اسوي الحين راح انتبه شوي اهم شي ما نصدم اللوحات ولا نطلع في العشاب ولا نصدم في الصخور اللي موجودة اي صدمة راح نقصر مركزنا اللي احنا موجودين فيه المركز الاول اطلال افة يا السلام بنزين اخذت شوية بنزين ما قا تواجد اوووو انتبه 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 النهاية وفزنا على طول بالسباق اللي بعده هذا السباق الشوي اطول من السباقات اللي قبل شوي بفرق ثواني لكن الحين بنروح لسباق الاخير خلال الحلقة هذه راح يكون هو سباق الاخير في البطولة حقتنا فإذا انفزنا هني خلنا نشوف مع بعض حين السباق الأخير هو السباق الثالث كيف راح يكون يا جماعة هذا حين راح يكون السباق الأخير ما انتبهت الحلبة بسم الله الحلبة هذه غير أربع لفات الحلبة هذه جدا قصيرة خلنا نايترس حق بعدين بسم الله ثمانطعش ستعش خمسطعش أربعة أوكي أنا مركزي مركزي أوكي مركزي حاليا قاعدة تقدم فيه وهني كأننا رمل غريب الوضع شوي تمام هني خلنا نلف والنايترس راح نستخدمه في خط البداية والنهاية اللي هو هذا روح يا سيد المركز الثامن خلصنا أول لفة طبعا من السباق هذه الحلبة فعليا فيها لفات أنا قبل شوي قلت ليش ما في لفة لا أحين في لفات أو ماي قاد مو قادر أطوفهم لأنهم قدامي قاعد يوقفهم قدامي راح أروح خط البداية والنهاية حاليا وراح أستخدم النايترس اللي عندي والحمد لله أنا عندي واحد إضافي يلا هني أوكي الأول بعيد أنا الثاني الأول بعيد ممكن أجيب المرة الجاية ممكن أجيب المرة الجاية ما عليكم خلوكم مستعدين لراح يصير البنزين قليل تقريبا أوكي يمكن أجيبها بدون نايترس أتوقع يب يب بس راح أستخدمها طبعا ما راح أخليه راح أستخدم هني لفة كاملة على الجماعة لفة كاملة على الموجودين في المراكز الأخيرة بس بيخربون عليه شوي شوفوا هذا خرب عليه شوي ممكن ممكن يورطني لا 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 أخرني 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 استخدمت نايترس وقت غلط بس مو مشكلة مو مشكلة أنا المركز الأول الحين أوكي ونحن أخذت البداية والنهاية أتوقع هني راح تكون النهاية للسباق وأيضا لحلقتنا فإذا انفزنا بالسباق الأخير عدنا دقيقة وخمسين ثانية السباقات قاعدة طول شوي شوي السباقات قاعدة تصير أطول وأطول صراحة السباق كان جدا ممتع بشكل عام اللعبة جدا ممتعة ممكن نحن نزلل هنا حلقات أخرى إذا شفت منكم حماس ولايكات ودعم فإذا خلصنا واحنا من البطولات عدنا واحنا من المدين حاليا نجمنا فيها اللون الذهبي فمثل ما تشوفون يا جماعة خلصناها تموح حلقات أخرى لايكاتكم نشوفكم على خير إن شاء الله مقاطع أخرى مع السلامة اللايك أمر مهم ضق أو لا تهتم نضم لجيشنا الخرافي إليو قال أنه فخم يسيطر على أمم هذا جيشنا يا عم ولس يا لسطورة تتنقل على كل فم اشتراك تنضموا هذه أسهل وسيلة قنال الصغار والكبار وتعتبر جميلة تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة